أستاذ طريق أخيراً الحقيقة في نقطة تانية كانت أثارت حفيظة كل المهتمين بكرة القدم في مصر وهي التحكيم مبارح كان في تعليقات على التحكيم مبارح خاصة بعد مطالبات من الأهل بضربتين جزاء رأي حضرتك في أداء التحكيم مبارح لا تحكيم مبارح أفريقياً ساق جداً إحنا قدام حكم في قواعد في التحكيم يعني كرة إحنا دايماً بنقول كده مالإيد تتمد وكرة تيجي فيها خلاص ضرب الجزاء لكن الإيد تتلم حماية اللاعبين ده وظيفة الحاكم إحنا مشوفناش فور مبارح يعني فيه أكتر من كرة محتاجة مراجعة الحاكم لا راجع ولا الفور كلمه ولكن فيه فور بيكلم فيه أكتر من ضربة للناد الأهلي وأكتر من لعبة خطرة جات للعيب الأهلي ممكن تعرضهم لإصابات شديدة جداً الحاكم ما كانش موجود وتضيع الوقت من ديها ستين ما فيش فرقة في العالم بتضيع الوقت من فضل النص شمال أفريقيا كلها كده إنه هو اللعب يوعى هو مدام عنده إحساس إنه فيه فايز والمطش معاه بيبدأ يضيع لك وقت عشان يعصبك أنت لأن لعبة الليل المبارح كانت متعصبة جداً من الفكرة دي فهو بيقصر عليك نفسية لكن الحاكم فيه اللعبات تبقى واضحة ما بيحسبهاش يعني ولا بيراجحها على طول بياخد قراره ومالوش دعمة يعني بولا كمبارح إحنا مشوفناش فرق يعني في اللعبة بتاعت إن الكرة تيجي في إيد لعب الرجاء فضربة هو مدد دراع ومطالبتين من اللقس السبب بالزبط يعني فبالتالي الرجاح لكن حاكم مستوى مبارح لا يليك بمطشي زي السوبر ومستوى سيء جداً ولسه إحنا هنشوف بقى في بطولة أفريقيا يعني ربنا يستر يعني في بطولة أفريقيا يا ربي مسهل الحل